النهاردة معايا صور وفيديوهات لحيوانات من فصائل عادية لكن نادرا جدا لما يتولد زيها القطة بيقولوا عنها بتاكل وتنكر وكمان بيقولوا عنها انها بوشين لكن القطة دي حرفيا بوشين القطة دي اسمها فراكلين مصابة بحالة مرضية فريدة وندرة لانها تولدت بواجهين وده كان السبب ان عندها مشاكل صحية خطيرة اتوقع الاطباء وفاتها بعد فترة بسيطة لكنها قسرت كل التوقعات وعاشت 15 سنة لكن تحت رعاية صحية عشان تقدر تتعايش مع مرضها وفي حالة تانية مشابهة اسمها جانوس لكن حياتها كانت اقصر من فراكلين في الهند تولد عنزة بوجه انسان وبعد ما تولدت حققت شهرة كبيرة اوي في العالم كله بسبب وشها وجسمها الغريب والمخيف وده طبعا نادر جدا الحدوث عاشت لمدة 10 ايام بس وماتت وفي حالة تانية لعنزة اتولدت برضو في الهند كان لونها اسود وتولدت بعين واحدة بس كبيرة في منتصف الراس وتوفد بعد 8 ايام بس من ولادتها بسبب حالتها الغريبة دي والحالة دي اسمها سايكولوبيا وده بيحصل بسبب ان المخ من اسمش نصين فبالتالي بينمو اعضاء واحدة بس يقال ان المرض ده ممكن يحصل لاي مخلوق على وجه الارض وطبعا بيكون فيها مشاكل صحية تانية بتحصل في الانف والفم واكيد ما بيقدرش يعيش حياته بطريقة طبيعية زي باقي الحيوانات عشان كده ما بيطولش وبيموت على طول القطة الجميلة دي يباني انها طبيعية جدا لكن لو شفتها في الظلمة اما هتنبهر بيها او تخاف منها وهو ده شكلها في الظلمة في بعض الاماكن في وشها بيكون مضيق مفيش قطة بتنور في الظلمة لكن اللي اتعرضت لو القطة دي ومجموعة كمان من القطة خلال تجربة تمت عليهم هو السبب سنة 2011 في عالم دخل جين في مجموعة من القطة اخدوها من اناديل البحر مع بعض التعديلات في تركيباتها الجينية فبقوا بينواروا بالطريقة دي بنخاف من التعبان اللي براس واحدة فما بالك بتعبان له راسين وكل راس بتطلع لسانها وعندها انياب وبتلدغ كمان في فلوري ده تم العصور على التعبان النادر والغريب ده المشكلة ان كل راس فيهم بتتحرك بطريقة طبيعية جدا ومستقلة عن التانية وده كان صعب انهم يتأقلموا عليه لان كل راس عايزة تتحكم في الجسم وتتحرك في اتجاه غير الراس التانية ده غير ان الجسم ما بيكونش طبيعي وبيواجه مشاكل صحية وفي الغالب بيتم تنفيذ القتل الرحيم لمنع المعاناة اكدوا الخبراء ان الحالة دي حصلت بسبب انهم توقع ملتصق والحالة دي بتحصل مرة كل عشر آلاف يعني مش ندرة اوي وفي حالات تانية غيره الزرافة معروفة ومميزة بطول العنق لكن في حالة ندرة الحدوث اسمها جاماينة والزرافة دي عندها انحراف في العنق اول سنة من عمرها كانت طبيعية جدا لكن بعد كده بدأ يظهر الانحراف الاشعة وضحت ان عندها انحراف بزاوية 90 درجة في فقرات العنق بيقولوا ان دا ما حصلش بسبب حادث وان دا حصل لها بشكل طبيعي ونادر جدا بسبب طفرة جينية غريبة عاشت 22 سنة واخدت شهرة كبيرة ووسعة جدا حول العالم اما المخلوق الغريب والمخيف دا انا مش مقتنع انه حقيقي لكنه جه في فترة وانتشر بطريقة كبيرة جدا على الانترنت وعلى مواقع اجنبية بيقولوا ان تم اكتشافه في جنوب امريكا والعلماء ما قدروش يعرفوا ايه هو المخلوق دا وبينتمل اي فصيلة وما فيش تفسير علم لوجوده والله اعلم اذا كان حقيقي او لا التمساح دا غير كل التماسيح التماسيح ليها الوانها المعروفة والمميزة واللي بتساعدهم على التخفي في بيئتهم الطبيعية عشان يقدروا يصطادوا الفرائس لكن التمساح دا خد شهرة كبيرة جدا في كل العالم بسبب لونه المميز والفريد والنادر وده حصل بسبب مرض حول لونه للون الابيض حتى عيونه لونها بقى ابيض المرض دا مختلف عن مرض البهاق اللي ممكن يصيب اي حيوان تاني التمساح دا ما يقدرش يعيش في بيئته الطبيعية زي باقي التماسيح لانه غير قادر على التخفي والتمويه بسبب لونه الابيض وبالتالي بيكون غير قادر على الهجوم على اي فريسة وده معناه انه هيتعرض للوفاة عشان كده موجود في حضبط الحيوانات وبيتم توفير الرعاية اللازمة الكل بداية شهر بسبب مشيته الغريبة على قدمين زي البشر كان عنده تلات اقدام تم بطر القدم الامامية ومر بفترة صعبة جدا عشان يقدر يتعايش مع وضع ده في البداية كان بيتحرك عن طريق القفز وبعد معاناه اقدر يتعايش ويمشي على قدمين بس وده طبعا بيكون صعب جدا عليه وده اللي وصله انه يشتغل مع القوات المسلحة عشان يحفز الجنود المصابين ودي معزة مولودة بتمن ارجل سنة 2014 اكتشف مزارع في كرواتيا معزة في مزرعته لسه مولودة وعندها التمن ارجل وكان فيه حالة مشابهة ليها في الهند برضو اعتقد الاطباء البيطريين ان السبب في كده بيرجع لانها كانت توقم غير مكتمة للنمو دكتور ديفيد مارتل اكتشف الحفرية دي وهي لكائن زاحف طويل عنده اقدام امامية وخلفية دكتور ديفيد اندهش من الهيكل ده لانه مش قادر يكتشف ويعرف ايه هو الكائن وفي الغالب دي حالة ندرة لسعبان له اقدام واكد ان فيه حيوانات كتير لسه البشر مقدروش يتعرفوا عليها ولو اعجبكم الفيديو بتنساش تحطوا لايك وشير والسبسكرايب ويلا سه 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 سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة